اشتركوا في القناة السيرة النبوية بتخدنا لموضوع مهم جدا بتخدنا الملف من الملفات الهمة اللي ضروري ركز عليها ملف المؤسسات الدينية المؤسسات الدينية في مصر تمتلك دور ثقافي كبير جدا نظرا لعرقتها تاريخها الطويل قدرتها على بس القيم الإيجابية وروح التسامح ونبز الكراهية والتمييز تجديد الخطاب الديني بالشكل اللي يضمن ويحقق الوحدة والتماسك بين فئات الشعب المختلفة في الفترة الأخيرة المؤسسات الدينية شاهدت تغيرات سواء بوزارة الوقاف أو في دار الإفتاء وقاطعا هناشها التطورات وتغيرات عديدة خلال الفترة اللي جاي خلوني ما أقولش مقدمات كتيرة أكتر من كده ورحب بضيفي في الاستوديو لأستاذ الدكتور عبد الرغاني هندي عدو المجلس العالمي الإسلامية اللي هبقى معاه في حوار مفتوح أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيب وكل الأمة الإسلامية طيبة ومزبط المولد النبو الشريف كل سنة وحضرتك طيب ويمكن حضرتك حقيقة مقدمتك لمست موضوع مهم جدا يتعلق بذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن العالم في كل لحظة وفي كل يعني بعد مرور 1445 سنة العالم بحاجة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأخلاق للتربية للسلوب الذي كان يدعو إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فالعالم مستمر عمليا ونظريا قبل حتى أن يكون من الناحية الدينية العالم كله بحاجة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لحظة في كل عام وكل العالم بخير لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة لكل العالمين عليها أفضل الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور عبدالغاني خلينا أبدأ معك سؤالي الأول التغييرات اللي حصلت في الفترة الأخيرة في بعض المؤسسات الدينية انعكاسها إيه؟ يعني أنت بشوف انعكاسها عامل إزاي؟ هو يعني أنا في الحقيقة أنت يعني حضرتك على مدار أكتر من يعني دلوقتي خلينا استوقفك أنت زمان أنا فاكر أيام الحكم الجماعة الإرهابية أسست جبهة اسمها جبهة استقلال الأزهر وكنت الحالة بأشرف أنك بتكون ضيفي في قناة الفراعين وقتها وفي كل القناة الحالة اللي روحتها وكنت بتواجه غطرصة هذا النظام الفاشي الذي مرس الفاشي الدينية على هذا الشعب خلال العام الذي جلس فيه على سدة الحكم وكنت ضمن اللي بتنادي به تطوير المؤسسات الدينية تطوير الخطاب الديني صحيح فضل هو حضرتك يمكن قبل يعني دعني أقول أن مسألة الإصلاح في المؤسسة الدينية مش يعني مش أنا عبد الغاني هندي اللي بتكلم عليه حتى من فترة التلاتاشر سنة أو من قبل اللي كده العديد جدا من العلماء اللي كانوا موجودين في الأزهر والمصلحين والمفكرين اللي كانوا موجودين في الأزهر اتكلموا كتير جدا على الفكرة بتاعة الإصلاح ويمكن اتكلموا عليها من كذا زاوية يمكن انتعرف حضرتك أن التعليم الأزهري مر بمراحل يعني خصوصا في المئة سنة الأخيرة كان أبرزها لما جي الشيخ مصطفى المراغ على رحمة الله عمل التعليم الأزهري اللي هي الثلاث كليات اللي هي كلية أصول الدين وكلية الشريعة وكلية اللغة العربية وبعدين بعد كده القفزة الكبيرة جدا لما تعمل قانون 103 سنة 61 اللي هو بعد كده بقت فيه الكليات المستحدثة كلية الطب وكلية الهندسة والكلية دي كلها في نفس التوقيت ده وزارة الأوقاف انت عارف أنا يمكن أقول معلومة يمكن مش متدولة وزارة الأوقاف قبل سنة 91 ما كانتش فيها أئمة في الأوقاف سنة 91 بس كان كل الأئمة اللي في وزارة الأوقاف أئمة المساجد الكبرى بس حوالي 300 إمام لما جاءت الدولة حبت تواجه في سنة 91 حبت تواجه في طبعا الإرهاب اللي كان حاصل في التسعناس طبعا الإرهاب كان من جانب ومن جانب تاني للأسف الشديد إن الغياب بتاع اللي هم العلماء المعروفين واللي هم علماء من الأزهر وعلماء الأوقاف أدى إن المنابر اللي كانت موجودة في القرى وموجودة في النجوع وموجودة في المحافظات كان المسيطر عليها اللي هو الجماعات اللي هو خطباء الجماعات فالدولة جاءت في سنة 91 أنا أتذكر ويمكن من حظي إن أنا كنت على علاقة طيبة بالدكتور كمال الجنزور عليها رحمة الله وحكى ليه بشكل واضح جدا هو كان في هذا الوقت وزير التخطيط وزير التخطيط وبعد كده بقى رئيس وزراء ووزير شؤون الأزهر فحكى ليه المشاكل اللي كانت في هذا الوقت فاللي حصل إن الدولة عينت 25 ألف إمام بجرة ألم مرة واحدة بعدها بسنة سنة 91 عدت سنة 93 عينه 18 ألف إمام كمان بجرة ألم فأنا فأنا عايز أقولك إن جزء كبير جدا من الفكرة بتاعت التكوين بتاعت المؤسسة الدينية اللي هي الكبيرة جدا مثلا زي مؤسسة الأوقاف اتكونت يعني الظروف الأحداث اللي كانت بتمر بيها البلد قدت لتكوينها عشان كده لما جد سنة 96 دكتور حمزة أزوه عليها رحمة الله الدكتور حمزة أزوه قالت لأ إن دي مشكلة قالك لأ لازم بيقى فيه حاجة اسمها اختبار الأيمة لازم بيقى فيه اختبار متأجيل وبدأ في موضوع الاختبار بتاع الأيمة بس كان اتعين أكتر من حوالي واحد واربعين ألف حوالي تلاتة واربعين ألف أمام في الوقت ده المهم فدي أمور تكوينة أنا هقول لحضرتك على التصريح يعني هيتداول بشكل غريب جدا اللي بيعكد الكلام اللي أنا بقول لحضرتك عليه ده لما حضرتك تشوف إيه القانون مفروض إن مهنة الإمام الخطيب اللي إحنا عندنا قانون 103 ساعة واحد وستين بينظم المهنة الجامعية بالنسبة لأستاذ الجامعة في جامعة الأزر وبينظم التعليم ما قبل الجامعة باعتبار إن دي مهنة خاصة لما تيجي تشوف التعليم أو المهنة بتاعت الإمام الخطيب هي أيضا مهنة خاصة يعني مهنة لها طبع خاص صحيح طيب إيه بقى القانون اللي هو بينظمها يعني لما قوله الأزر بقول قانون 103 ساعة واحد وستين إيه القانون اللي بينظم الأوقاف مفيش قانون مفيش مفيش قانون يعني ده أول حاجة إنت محتاجينها في تطوير بالضبط فأول حاجة بالضبط فأول حاجة إحنا محتاجين تشريع تشريع أولا لازم يضم كل المؤسسات الدينية في تشريع واحد وأنا بقترع إن قانون 103 ساعة واحد وستين اللي هو القانون الأزر اللي فيه جامعة الأزر ومشيخة الأزر وفيه قطاع المعاد الأزرية وبقى فيه دلوقتي ضرير الإفتاء كمان لإني القانون بعد سنة 2012 بقى هو اللي يختار هيئة كبارة الرمائية اللي تختار مفتي الديارة المصريات ترشحه ترشح تلاتة للرئيس للاختيار لازم بقى فيه قانون واحد هو المنظم لكل العمل اللي بتعلق بالمؤسسة الدينية وأنا بقول هنا قانون مش لوائح مش مجموعة لوائح اللوائح دي حضرتك أنت بتعملها فبييجي مسؤول اللي بعدك بيجي غير اللوائح دي بتنظم لكن مش ملزمة مش ملزمة زي القانون هي ملزمة لكن مش زي القانون فدي من وجهة نظر الإشكالية والأمر الأول الذي لابد أن نبدأ به وهو أن البنية التشريعية اللي موجودة في المؤسسات الدينية لابد أن تكون بيئة تشريعية واحدة وأن هذه البيئة التشريعية لابد أن يكونوا بشكل عاجل وما فيهاش مساس بأحد يعني هذا الكلام لا فيه مساس بأحد ولا احنا بيبقى مقصود بيئة أحد ولكن لابد من إصلاح هذه البيئة التشريعية حتى تبقى الروافد واحدة أنا هقول لحضرتك التكامل إزاي أنا لو جيت مثلا عندي في وزارة الأوقاف 52 ألف إمان ده كان سؤالي التعاون والتكامل ما بين المؤسسات الدينية مش بالضرورة فقط أنه يكون موجود بس لا ده هو كمان واجب وطني وديني مفروض علينا جميعا أنا دلوقتي موجود عندي الأزر في طلبة ما شاء الله عدد الكليات الأزهرية دلوقتي بقرب من مئة كلية ما شاء الله في عندي عدد كبير جدا من الكليات اللي هي الكليات الشرعية والعربية أنا دلوقتي عندي عدد المساجد اللي موجودة في مصر تتعدى دلوقتي 140 ألف مسجد ما شاء الله المساجد ونضم الزاوية ما يقول فيه زوايا حجمها جبير موجودة لا زوايا دلوقتي بتبقى أراضي يقولك زاوية بالضبط فالعدد كبير تخيل إن احنا لو إيه بقى الفايدة اللي تتعامل لو إحنا عملنا إطار تشريع واحد تخيل إن احنا مثلا لو عملنا تكليف للطالب في سنة رابعة في الكلات العربية والشرعية إحنا ممكن نسد الفجوة الكبيرة جدا دلوقتي كواسي بالضبط من كلات العربية والشرعية تخيل إن هذا العدد يبقى تحت إيدي 35 ألف فنقدر يستفيد منه فدي لما البيئة التشريعية بقى بيئة تشريعية واحدة أعتقد إن ده هيؤدي بالخير على المؤسسة الدينية التحدي التاني اللي هو برضو مهم جدا بالنسبة للمؤسسة الدينية ودورها الوطني ودورها الديني ودور داخل الأسر ودور التربوي ودور الثقافي بل خاصة من المؤسسات الدينية فيها زي ما قلت في مقضنتي بتمتلك الحقيقة دور ثقافي كبير دور ثقافي وعندها زخيرة من العلماء مش موجودة في أي مؤسسة تانية في العالم وعندها منهجية علمية تستطيع من خلالها أنها تغطي الأمور العلمية والأمور الدعوية مش موجودة برضو في أي مكان ده يخد من خطاب الدين اللي هو المفترض أنه يعني بيضمن تحقيق الوحدة والتماسك بين فئات كل الشعب تمام هو ده اللي وصلنا للنقطة التانية فيما يتعلق إحنا ليه مش حاسين أو ليه في جزء كبير جدا مش حاسين بالدور الفعال فيه دور بيبزل فيه جهد بيبزل طبعا بالنسبة للمؤسسات التالية صحيح بس إحنا ليه ما بيحسش أنا وجهة نظري أن ده لسبابين اتنين السابل أولين تخيل أستاذ محمد كل السادة المشاهدين والمسؤولة على المؤسسات الدين حالك كده أنا متوسم خير يعني بتولي شخصية بالنسبة للعمر هيسعفه كبير جدا في أنه حقيق هذه المشروعات المهمة جدا والطموحة الدكتور أسامي صحيح حقي وهو الحقيقة رجل متفتح حقيقي وهو والدكتور أسامي رجل عالم ومن هذا العصر وراجل جميل يعني لا ومن هذا العصر يعني هو هو عارف المشاكل وإحنا يعني علاقتنا قديمة يعني قبل وعندما كان وانا عارفه وقضيف البرامج الحقيقة كنت أستمع للدكتور أسامي لازهري لوصل لك المعلومة بمنتهى السلاسة ومنتهى الحقيقة اليسر وصل لك سهلة جدا خلينا أقول إن فيه تحديين مهمين جدا لفكرة وصول الخطاب الديني بالشكل اللي إحنا كلنا بنرجوه بالشكل اللي هي الدولة اللي هي الدولة بترجوه وبالشكل اللي هو دعني أقول إنه يبقى فيه دور مهم جدا بالنسبة لكل العالم فيه نقطتين مهمين جدا وهم مترطبين كمان على البنة الشعيات دول الأول أنا أسأل حضرتك سؤال وإنت كراجل إعلام لا تتخيل لا تتخيل يعني يعني سؤال استنكاري تتخيل إن هذه المؤسسة اللي عمرها بلغ دلوقتي أكتر من ألف ألف أربعة وثمين سنة تخيل إن هذا العدد الكبير جدا من العلماء وهذه المساجد مؤسسة الأظهر وهذه الجامعات والمؤسسة التاريخية وهذه الكليات وكل هذا العدد الكبير تخيل إن هذه الوزارة وزارة الأقافة موجود فيها عدد كبير جدا من المساجد وعدد كبير جدا من الأئمة وعدد كبير جدا من العلماء تخيل إن إحنا بنتكلم على دلال الإفتاء لما تيجي تشوف تصنيف العشر مواقع الأولى في العالم مفهومش ولا موقع مصري العشر مواقع الدعوية والإفتائية الموجودة في العالم وللأسف مش هتلاقي ولا بحث مهم بالضبط عمله واحد مصري بالضبط معظم الأبحاث اللي هي منتشرة جدا عملها ناس أجانب بالضبط لا وهو كمان متربسين بالدين الإسلام يعني خصوم بالضبط يعني خصوم للدين الإسلام وده سببه إن هو امتلاك المنصات الرقمية الكبيرة امتلاك المنصات الرقمية خصوصا إن المشكلة ده كان سؤال بقى ده كان سؤال هسأله لك هل إحنا محتاجين تطوير لتطبيقات ومنصات إلكترونية عشان نوفر محتوى تعليمي وثقافي حوالين مفاهيم المواطنة والفكر الدين الوسط بالضبط أولا إحنا لابد إن نمتلك أهم منصة رقمية مش تبقى واحد من عشر من أهم عشر منصات إحنا مش موجودين في واحد من أول عشر منصات لابد إن هي تبقى المنصة رقم واحد يعني لأ بناء على المحتوى العلمي اللي موجود عندنا وإنها على المحتوى التاريخي وأنا بقول في برنامج حضرتك وأنا تقدمت بالموضوع ده قبل كده أكتر من مر إحنا من الممكن إن إحنا نشتغل أول عشر سنين يعني كنت شغال على المشروع ده العام الماضي كمان يعني وكان معاك ناس خبرات تكنولوجيا بالضبط لما كلمنا على الذكاء الاصطناعية لكن لا إحنا كمان ممكن نشتغل الموضوع ده يحتاج إن إحنا نشتغل عشر سنين على ما نعمل معادلة للمحتويات الرقمية الدينية ونمتلك منصة رقمية كبيرة جدا منصة رقمية دي بتشارك فيها مش دور الإفتاء بس حتى اللي موجودة في مصر حتى دور وهيئات الإفتاء الموجودة في العالم مش بتشارك فيها وزارة الأوقاف بس اللي في مصر حتى وزارة الأوقاف اللي موجودة إنت بتمثل ثقة لحد دلوقتي لحد اللحظة اللي إحنا موجودين إنت بتمثل ثقة مهمة جدا علمية وثقة منهجية بالنسبة لكل المؤسسات العلمية والمؤسسات الإفتائية الموجودة في العالم ليه ما نستغلش هذا الدور في مسألة ان احنا يبقى عندنا اكبر منصة رقمية يتم من اطلاقها من خلالها اطلاق المحتويات الدينية اطلاق الكتب اطلاق الخطبات وده ممكن يتأتى بشيء مهم جدا من فكرة ترتيب الاولويات اللي موجودة دي دلوقتي اولوية رخمقول دي اولوية اهم دلوقتي منبونة الجوامع بالمناسبة لان النهاردة في زمن الزكاء للصناع وفي زمن المحتوي احنا شايفين عزيني واجه ما ده كان سؤالي التحديات اللي بيمر بقى العمل الدعوي اول تحدي من وجهة نظرة بيمر بقى العمل الدعوي من وجهة نظرة ان لابد من اصلاح حال الخطيب لابد ان اللي بيعمل في المجال الدعوي لابد ان يكون متفرغا تماما للعمل الدعوي وده زاهي بقى متفرغ تماما لابد من النظرة بين قصين يعني متفرغ تماما يعني اللي بيشتقل في العمل الدعوي ماينفحش يمارس مهنة تانية عشان قطر يعيش احنا بنتكلم على العيشة بتاعة الحياة عايز تقولي اوفر له صوب للمعيشة المرتاحة عشان يتفرغ لعمل الدعوة لازم تخيل ان انت لو عندك مثلا في القرية عندك او لو موجود عندك في المنطقة اللي انت موجود فيها واحد هو الامام والخطيب بتاع المسجد وبيسوق على توك توك ده بيدره في عمله الدعوة لو هو مثلا موجود صناعي في اي صنع ده بيدره في عمل الدعوة عشان كده فكرة يعني مات قضاه الامام وفكرة توفير حياة بيقول بهذا المعنى حياة ليق بهذا العالم وهذا الدعاية في مجتمع واللي في بعض الاحيان بيقوم بمسألة الصلح بين الناس بعض الاحيان بيقوم بمسألة التدريس هو في الحقيقة لو ادوار كتيرا جدا بيقوم بالتوبيه والاشياء دي يا فاندي بالضبط كده نمرة نين او رخب والترصيخ روح الانتماء والولاء لهذا البلد بالضبط انا يعني طالبت ولا زلت اطارب لابد ان يرتبط المسجد بالمجتمع الموجود فيه أنا كنت اقترحت قبل كده تصور ان تخيل السيد محمد تخيل ان احنا عندنا هذا العدد الكبير جدا من الجوامع لما احنا يبقى فيه مشروع بيربط الجوامع دي مثلا بالجار السابع من الناحية الشمالية والشرقية الاربع اتجاهات اللي موجودين للمسجد ويبقى فيه عندي سبع بيوت مربوطة بالجامع يعني مثلا فيه واحد فيه حالة وفاة يبقى السبع بيوت اللي موجودين فيه اطار الجامع بيتعاونوا مع بعض فيه حالة مريض فيه حالة اجتماعية بس ده في القرى البلد كلها بتتعاون مش البيت بس اللي جانب المسجد خلي بال حضرتك احنا بقى فيه تغير دلوقتي ده احنا بنشوف اقل جنازة في الريف الافات مشروع ايوما والتغير والاجتماعي اللي موجود ده في الريف احنا بنتكلم برضو على المدينة بغير على بعض المدن اللي موجودة في الريف اللي بقى فيها تغير دلوقتي حضري يعني ما بقيتش بالشكل حضر ده اعني اقول ان هو بس هو ده ظاهرا لكن هو بيقوم بدور كمان تكافلي يعني ده بيقوم بدور تكافلي وعلى فكرة انا بقى طالب ان ده يبقى موجود المسجد والكنيسة يعني يقوم بي المسجد والكنيسة النقطة التالتة لابد من فكرة اعادة هيكلة تتعلق باني ان احنا نملأ كل الفراغات اللي موجودة فيما يتعلق بالفكرة والثقافة بالنسبة لابنائنا هنملأها بقى من خلال انشاء ملكة استدريب متخصصة بالضبط عشان ناهل من خلالها الائمة الدعاء الخطباء بشكل بقى مستمر ندربه مع الخطاب الدين المعتدل كيفية كمان التعامل مع القضايا الاجتماعية اللي طرقت على مجتمعنا ودي كتير جدا يا دكتور عبدالغاني ويكون بطريقة تعزز الوحدة الوطنية بس اصدر محمد الحضور الحضور لابد ان يقابله بالحضور الفكر لابد ان يقابل بالفكر عشان كده احنا لازم ان احنا نمتلك خزان او بنك معرفي هذا البنك المعرفي يبقى فيه افكار خارج السندوق للأسف الشديد احنا بنمتلك عدد كبير جدا من الائمة وده مظهر يمكن مش موجود في كبريات الدول اللي موجودة في العالم الاسلامي هذا العدد الكبير لابد ان يكون هناك استغلال لدوره داخل المجتمع احنا بنقول ان الدور التوعوي او الدور الثقافي او الدور القوة الدينية لا يقل بأي حال من الاحوال عن الادوار الاقتصادية والادوار الموجودة في المجتمع ده دور مؤسسي يا دكتور بالضبط ده دور مؤسسي الدور الثقافي والدور الدعوي ده دور اساسي اعتبره حجر اساس لكل حاجة تانية في الدنيا عشان كده اعلان التعاون بين كل الجهات العاملة في المجال الثقافي والمجال المعرفي ده امر مهم جدا ولا بد ان يكون بشكل واضح يعني احنا مثلا لو احنا يعني انا حقيقي احسن الوزير لما قال ان احنا باحتفال ملج النبي صلى الله عليه وسلم لازم يبقى معانا في مراكز الشباب تبقى معانا وزارة الشباب لازم يبقى معانا كل القطاعات هو رجل في فكرة حقيقة الدكتور اسامة وفكرة عصري يعني كل القطاعات اللي موجودة في الدولة لابد ان يبقى فيه توجه لكل القطاعات اللي موجودة بالدولة بالنسبة لفكرة الثقافة يعني انا مبقاش موجود في جانب ويبقى الاعلام موجود في جانب اخر الاعلام ايضا له دور مهم جدا في مسألة بروازي هذا الموضوع واخراجه انا كمان لازم املك زي ما نقولت لحضرتك بنك كبير جدا من الافكار المبتكرة الافكار المبتكرة اللي انا استطيع من خلالها ان انا انفذ للناس ان انا يبقى موجودة عند الناس لاني الفكرة بتاعت ترك الناس فريسة للي موجود للمحتوى اللي موجود على الانترنت كوينب نار ترك الموضوع بالكامل لازيل جماعات الالحام متشددة افترست المجمعات وكان نتيجتها تخريب هذا البلد لو لا الوقفة على قلب رجل واحد لا وده بيؤكد على ان ان احنا عندنا منطقة ممكن نبدأ منها اللي هي المنطقة اللي تتعلق بمسألة الوعي اللي موجودة عند الناس لان في الحقيقة اللي ياخد الناس في صفه هو الكسبان والناس فهمت ومسألة الناس تأخذ هي الجماعات الظلمية ايوة هو الناس فهمت بس القضايا الفكرية يا سيد محمد قضايا لا تتوقف يعني انا ما مجيش توقف عند مرحلة واقول خلاص الناس فهمت والموضوع لابد ان انا بقى مستمر اش كده التليفون ده لم عمل خد كلمة عبقرية جدا عمل فيها الحاجات اللي موجودة عليه قال ان هي اسمها تطبيقات تطبيقات يعني ايه يعني امور الانسان بيحتاجها في يومياته في كل لحظة بيطبقها بالزبط بيطبقها في كل لحظة في حال احنا لابد ان احنا يبقى مفهومنا لهذا التطبيق ايضا بنفس هذا المعنى لابد ان يكون مفهوم تطبيق يتعرض بهذا المعنى عش كده فكرة اعادة الهيكلة والانتشار في كل مكان وفي كل زمان ده امر مهم جدا بالنسبة للمؤسسات دكتور عبدالغاني المؤسسات الدينية بشكل عام والافتائية بشكل خاص هي ضروري تلعب دور مهم في مسألة قضية الاصلاح الاخلاقي تمام ترصيخ معاني الصدق لمفهوم حقول انسان المعاني الصديقة للمفهوم حقول انسان اللي هم تخللوا من خلاله او جاءوا دخلونا من خلاله موضوع هو الانسان ده عشان يفرق بالمفاهيمك وعداتك وتقاليدك وقواعدك وقصصك دي كلها الحياة بتنبسك في الاساس من المقاصد العليا للأديان طبعا الكليات الخامسة الحفاظ على النفس والحفاظ على العرض والحفاظ على العقل دي الكليات الخامسة اللي جي من اجلها الدين دعني يعني اؤكد تطبيقا للكلام اللي حضرتك بتقوله ان احنا الادوار اللي احنا بيتم تداولها والافكار الاجتماعية اللي جاي من يعني مش عارف اقول من الخارج حتى مش جاي من الخارج يعني احنا انا متابع ومشارك في العديد جدا من القضايا اللي بتصاري الايام دي احنا فيه جزء كبير جدا من فكرة التناول نفسه يا سيد محمد التناول خاطئ يعني مثلا الافكار بتيجى عن طريق اشخاص احنا عارفين تماما عنهم الانحراف الاخلاق اصلا انت حضرتك عشان خاطر تدمر وتحل اي مجتمع من الناحية الاجتماعية ومن الناحية التربوية لازم بيقى فيه طيارين مسيطرية الطيار المتشدد من جانب والطيار المنحل من جانب اخر هم الاثنين بيعيشوا على بعض عشان انا افضل مستمر ان الطيار المنحل والطيار المتشدد ده يبقى موجود يبقى انا لازم اخلق طيار متطرف وعشان اخلق طيار متطرف لازم بقى الطيار المنحل موجود للأسف شديد في بعض الاحيان احنا بدون ما نشعر بن 되� Redd افكار هي اصلا افكار ولا المجتمع بتاعنا هيقبالها وانا ليه اخلق طيار متطرف وخلق ترمو نحن احنا للأسف يعني لما حضرتك في الوقت اللي فات ده تعال أشوف غالبية الكلام اللي كان بيقوله الوقت الفات ده اللي احنا فيه ده لما الإعلام مثلا طول الوقت يتكلم على اني مش عارف مين بيردد المساكنة اني مش عارف مين بيردد لا يعني برضو خانت هو ده كلام أنا عملت حلقة عن المساكنة هو ده كلام ينفعل كان ضيوفي فيها محامي لان اللي طرح الموضوع كان محامي فجبت محامل محترم لا انا جبت محامل محترم الحقيقة لست زواء النجم وكان معاه الشيخ طارق ناصر هو احد علماء الازهر او كبير بحسين صابق بالازهر وفهمنا الناس يعني ايه المساكنة وهي الحرمانية يعني زينة اه يعني ايه الحرمانية مفيش حاجة اسمها مساكنة او في حاجة اسمها احنا بالنسبة للتعليم بتاعتنا اسمها زينة صحيح فخلينا اقول ان احنا في بعض الاحيان بيبقى لابد ان احنا نسمي الامور بمسمياتها الصحيبة وما نعودش اراها خدوة لسه لحد الان بقضاية رفعة المحاكمة طب هو ده 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 في هذا المجتمع بهذا العدد القليل جدا ممكن هو المحامل كما لو انك لابد ظاهرة محامل صاحب الفكرة نفسه قال لك او هو يعني يقول عن نفسه ان هو احد المدافعين عن حول انسان عشكرا قلت لك المدخل لكل حاجة من هذه البوابة بالضبط فهو ده يعني هقول اصليحنا لو احنا ما انتهجنا الرسالة اللي جيبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالى يا عبدالصلاة والرسالة الاسلامية لما جت ربنا سبحانه الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وقال امتا وسطا الرسالة الوسطية ورسالة الإسلام في البناء وفي الاعتدال في الإسلام هي دي الرسالة اللي احنا المفروض نتمسك بها من عادش طول الوقت عشان خطر السيد محمد لما يبقى فيه مجتمع اللي بيتحكم دلوقتي عشان خاطر المشاهدات عشان خاطر تعمل الريتش هل ده منطق لما يجي واحدة من يسميهنا في ساب جوفر قاعدة تتكلم عن خلافاتها مع جوزها ولا طالقها ويحكوا ايه اللي حصل ما بينهم والدنيا خربت ازاي ما بينهم انا عايز اوصل ايه الناس انت بتوصل ايه الناس انت بتهدم المجتمع ده بيهدموا البيوت كنا بنشوف زمان لو واحدة واحد اتطلقوا الناس بتستخبط طرفين دي جات من خمس سنين دي جات من خمس سنين واحد امراته بيعمل كده جوه البيتو بقى كامل عدد دلوقتي بقى عدد كبير بقى عدد كبير لا والكلام ده بيجرق الازواج لما يجوا ينفصلوا يتعاملوا بنفس الاسلوب النهار ده الطريقة اللي انت بتطلع تتناول فيها اللي هو حتى الناس اللي زي ما حضراتك قلت بيتكلموا عن حو الانسان والمرأة ده واحنا طلع تقول لك ده شوه جسمي وشوهني واتكلم عن جسم ايه الكلام الفاضي ده ما انا بقول لحضرات احنا من خلال الشاشة بندخل الفاظه وبندخل سلوك داخل المنازل وداخل البيوت ده ما كانش موجود في المجتمع طب احنا عشان نقوم بقى بدورنا هنا بقى سؤال احنا نقوم بدورنا في تصدر الافكار دي كيف يعني بتشوف ايه العلاقة ما بين الفتوى واحترام الخصيات الثقافية والدينية كحق من حول الانسان بص الفتوى ده عمل دي منضبط بيبقى بتبقى بشكل شخصي لا ما هو الاخ اللي طلع ده طلع الكلام فتوى ده افتر اه افتر قال لك انا بنتي لو لو نشت هعمل مساكنة ما عنديش مانع هو ما عندوش بنت اصلا طب بزبط لا وهل هو من حقه وهل هو من حقه من هو رأيه من رخاص له ان يفتي بالزبط ان هو يقول رأيه فيه انا كموزيوم من حقه قفتي من حقه هو رأيه اساسا لا انا معلش من وجهة نظري اللي هو يقولك انا وانا عندي استعداد اعمل ده ده مفروض يكشف عن قوال عقليه ما هو اتراف عليه اضاياك لا لا يعني لازم يتكشف عن قوال عقليه فعلا لان الكلام ده حتى العقل نفسه ما بيبطره دول الفتوى في مواجهة اصحاب هذي الشعرات الشعرات الثقافية وحقوق الانسان ازاي ده بيتمه ما انا زي ما انا قلت لحضرتك كده الحضور لا بد ان يقابل بحضور واحنا لابد ان احنا نرجع الناس تاني لهذه المساحة ان هو لما يجي يستمع الى فيما يتعلق بالفتوى يستمع اليها من المتخصص ان هو لما يجي يستمع لما يتعلق بالامور التي تمث المجتمع فيها يتعلق بالمتخص الذي يفهم في هذه القضايا المشكلة ان الخبرة كترو يعني كل الناس بتطلع تتكلم في كل حاجة يعني المفروض خبير الرياضة يتكلم في الرياضة خبير الفن يتكلم في الفن المزيع يتكلم في مجاله في الاعلام الصاحب يتمجاله في الصحاف لكن احنا النهاردة نشوف كل واحد بيقول كل حاجة شوف يا اخي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا وصل الامر الى غيره فانتظر الساعة هو للأسف الشديد بداية كل شيء ان يبدأ في اي مجال من المجالات اللي غير متخصص يبدأ يتكلم فيه لان لو هو سكت للأسف الشديد ان احنا نعمل ان الموضوع بتاع عدد المشاهدات الاجبر هو ده المعيار اللي بقى يحكمنا وبعض حضرتك تيجي تتكلم مع حد تقول اصل الى فلان اللي انا جايبه في البرنامجكاني بيسمع له بعمل مشاهدات بيعمل مشاهدات كام لمصيب الصغيرة بقول لحضرتك pay attention لابد ان يبقى فيه تناغم العمل من العمل الثقافي او العمل افتائي او العمل التوعوي او العمل الدعوي او العمل الذي يتعلق بالمجتمع هو عمل لابد ان تشارك فيه جميعا ولا بد ان تشبك فيه جميعا وخلينا اقول لحضرتك بشكل واضح ان احنا اذا كلنا بدأنا حلقتنا اقولنا ان احنا لابد ان احنا نبني قاعدة قانونية فاحنا لابد ان احنا نبني قاعدة استراتيجية تتعلق بهذا البناء الموجود في المجتمع حضرتك انت كاعلامة انت تعرف ايه الدور اللي مطلوب منك لا اتفرع عليك زي يعني دعني اقول اهو الدور المنوب بي اهو الاسكريبت اللي بقيني مطلعش انا جود من دماغي انا كراجل في مجال الطب انا معروف الدور اللي انا مطلوب مني احنا في الاخر بنمس المنظومة متكاملة كلنا مع بعض عشان نبقى ايه مع بعض لان معايا خمس دقائق كيف ترى الدور الفتوى في تعزيز التوازن بين السيادة الوطنية والاخلاق الانسانية مهم جدا دور الفتوى فيما يتعلق بالامور التي تبني المجتمع وفيما يتعلق بالامور التي تمث المجتمع سواء من اعلى قيمة موجودة في المجتمع لاقل قيمة موجودة في المجتمع سواء فيما يتعلق بالامور اليومية التي تمارسها الدولة من اهم قيم تتعلق بالامن القومي بالنسبة للبلد ده امر مهم جدا واحنا شفنا يعني شفنا ان في بعض الناس يعني انا اتصور ان الفتوى لها دور كبير جدا بتعزيز الانتماء بتعزيز الولاء لهذا البلد احنا شفنا كويس جدا لما تطلع ناس عايزة ان كل ما يتعلق بالمال العام يبقى امر مستبح بالنسبة لناس تعمله هل دا بيمس الدولة بيمسها هل دا بيمسك انت كمواطن وبيمسيني ايو بيمسيني انا كمواطن لان في النهاية اللي هيدفع لو انا رخصت للناس ان هي تسرق مين اللي هيدفع الفاتورة بتاعت السرقة كلنا كلنا هيدفع الفاتورة بتاعت السرقة الحفاظ على الوطن في فكرة تطوير الوطن وتنميته في فكرة تنمية حتى الاقتصاد يعني دعني اقول ان هو عمر ما هيجي ابدا اقتصاديات تيجي من الخارج من خارج الدولة او عدد كبير جدا من المستثمرين واحنا طول الوقت بنتكلم على الاستثمارات خصوصا لما انت لما انا يبقى عندي بيئة الحالة الافتائية فيها بيئة متشددة بيئة لا تستوعب المتغيرات وحنا الحمدلله تخلصنا من اعزيل قوة الظلمية المتغيرات لا وانت كمان عندك منهجية وانا بأكد وبعيد وبزيطي كانت هناك قوة ظلمية تصدر مفاهيم الحقيقة مغلوطة كثيرة ومتشددة وهي اللي كانت اكثر حضور عن الناس احنا محتاجين نملة هذه المساحات بخطاب ديني معتدل بخطاب يعز الوفاء والانتماء والولاء لهذا البلد محتاجين خطاب ديني يعلمني ازاي يعني ايه قيمة العمل يعني ايه قيمة الانتاج يعني ايه قيمة ان انا اكبر بلدي واكبر صناعتي واكبر انتاجي بصة 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 محمد كل ده محتاجين انت حاطت في في السكريبت اللي قدامك ده سبعين نقطة وانت عايزنا نجاوب على السبعين نقطة واحنا الحمد لله وباقي ثلاثة ربع دائم وانت ما شاء الله عليك بس خليني خليني ان كل نقطة خليني اقول ان احنا كل نقطة من هذه الاسئلة عشان ان احنا نتناولها بشكل تفصيلي بشكل يتعلق بالفكرة بتاعتها وان احنا ازاي نعملها ده محتاج كل فقرة محتاجة ان احنا نتكلم عليها بشكل منفصل ولكن دعني اقول ان احنا بنخلص من كل اللي احنا بنتكلم في ده ان احنا لابد من بناء وضع تشريعي كويس نستطيع من خلاله ان احنا نصل الى الناس لابد من امتلاك تمويل مناسب نستطيع من خلاله ان احنا يبقى عندنا اكبر منصة رقمية تتعلق سواء بالمحتوات الرقمية في العالم بحجمه وبتاريخ وبعدد العلماء وبعدد المناهج اللي هي موجودة عندنا لابد ان احنا يبقى عندنا نبني استراتيجية متكاملة كلنا نشارك فيها اعتبر ده كلمة اخيرة لابد من رفع شأن الذي يقوم بالعمل الدعوة بالعمل الديني وبالعمل الافتائي داخل المجتمع سواء كان على المستوى الادبي سواء كان على المستوى القانوني والتشريعي سواء كان على المستوى المادي الذي يستطيع من خلاله ان يظهر في المجتمع بصورة كريمة هذا يعني او هذه الاركان الاربعة هي الاركان اللي انا بقولها حضرتك من خلال يعني خبرتي وتجربتي والواقع اللي انت بتجربتي والواقع اللي انا عشته والواقع اللي انا عشته لو احنا وانت منتمي لهذه المؤسسات الدينية بالضبط وهذا شرف وانا لو لا اني اصق تماما في ان هذه المؤسسات والافراد الموجودين في المؤسسات قادرين على احداث هذا التغير قادرين على احداث ورسم هذه الاستراتيجيات وانت اخرين شوائدين في الحقيقة في تجديد الخطاب الديني محتاجين سرعة اكتر يعني ونأمك في زي احنا محتاجين سرعة اكبر في مسألة التطبيقات نصل الى الناس ومسألة ان احنا اللي نقود الشباب مش نستنى ان التطبيقات والمحتويات اللي احنا ما نعرفش بيتطلع منين دلوقتي بيتها اللي يتقود الشكل المصدر النهاردة في المحتويات لا يعبر عن هذا المجتمع الوسطي هذا المجتمع المعتدل هذا المجتمع اللي التربية والتعليم فيه من الاسس اللي هو بيقوم عليه هذا المجتمع الحضاري نحن نمتلك حضارة كبيرة جدا لابد أنها تكون في الواجهة نمتلك علماء كبار جدا لابد أن يكونوا هم في الواجهة لدينا إرث زي ما أنت قلت ثقافي كبير لابد أن يكون هو الإرث الذي نسعى جميعا خلفه ولا تسعى هذه الجماعات الظلامية دكتور عبدالغاني هنجي شكرا جزيلا أنا سعيد جدا بحوالي رغم سرعة دايما أنا متعود معاك على التناول السريع والحقيقة اللي هو بلخص الدنيا كلها بشكل سهل وسالس مش مشكلة دكتور عبدالغاني احنا اتفقنا أن احنا نعمل كده كل شهر يلا وعده قدام الجمهورة لدينا فاقرة كل شهر مع دكتور عبدالغاني ناخد موضوع معين نتكلم فيه يكون مفيد مجتمعنا والبلدنا ومن منظور مجتمعي يعني ناخده كلام الديني من منظور مجتمعي لأن احنا محتاجين أن احنا نتواصل مع ابنائنا ومجتمعاتنا ومع أسرنا شكل مجتمعي شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا وصلت معاكم نهاية حلقتي لهذا اليوم واشوفكم الخميس الجاي ان شاء الله من حلقة جديدة من خط أحمر وكنت معكم محمد مصر تصفوا على خير والسلام عليكم اشتركوا في القناة